اشتركوا في القناة دراسة وتقييم هذا النوع من الفساد يعني اليوم اتلاف امان عقد هذا اليوم الدراسي بتعاون مع وزارة الصحة بهدف الحديث بشكل تفصيلي عن التدابير الوقائية والمطلوبة لمواجهة الفساد في المبنى على النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لنساء والنوع الاجتماعي في قطاع غزة اهمية هذا اليوم تكمن في انه هناك تحليل خاص فيما يتعلق بالفهم العام لمفهوم الفساد المبنى على النوع الاجتماعي الفساد المبنى على النوع الاجتماعي متواجد في كل العالم وهو ظاهرة طبيعية انسانية طبيعية صحيح مجرمة ولكن نحن في مجتمع الفلسطيني وتحليل في قطاع غزة نحاول ان نطور اجراءات تحصينية ضد هذه الاشكال حتى لا تتحول الى ظاهرة يعني هي مجموعة اوراق عمل تم تقديمها من خلال مجموعة من الباحثين ومن خلال وزارة الصحة اهم هذه الاوراق هي ضرق المخاطر الفساد المبنى على النوع الاجتماعي في القطاع الصحي ما زال النظام الشكاوي في وزارة الصحة بحاجة الى تحسين اكثر تطوير اكثر يعتمد على الامكانيات ويعتمد ايضا على فهم وثقافة المجتمع المحلي لمفهوم الشكاوي حقوق مرضى حقوق مستشفيات حقوق ايضا للجميع من اجل التكاتف هذه مسؤولية جمعية هو في كل المجتمعات هذه المخاطر قائمة ولكن احنا في مجتمعنا لربما منظرا للخلفية الاجتماعية الموجودة لدينا والخوف من الابلاغ او ببعض الاحيان الشعور بالضعف الطرف الاخر في مقابل مقدم الخدمة بتخلي ان هذا النوع من الفساد بيكون قائم وموجود لدى صاحب السلطة الذي يتعامل بشكل خاص في مجتمعنا مع امرأة قد يرى بانها طرف ضعيف خلص المؤتمر الى عدد من التوصيات اهمها تحصين وزارة الصحة من خلال التدابير الوقائية لمنع الفساد المبني على النوع الاجتماعي وتطوير نظام الشكاوى في وزارة الصحة وتحسين فعاليته